موسيقى قالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان صادر عنها أنها تابعت باهتمام قرار محكمة العدل الدولية بخصوص الدعوة التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا المتعلقة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة كما أشارت الخارجية الجزائرية إلى أن بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة قد تلقت تعليمات من رئيس الجمهورية تقضي بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن في أقرب وقته وذلك بهدف إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي للحديث أكثر عن هذا الملف المهم والذي كان ينتظره الفلسطينيون أيضا بفارغي الصبر أرحب بضيفي في الاستوديوة الدكتور طالب عوض الخبير الحقوقي أهلا بك معنا دكتور أهلا سبا خير دكتور إذا بداية ما تحدثنا عن قراءتك الأولية لما صدر عن محكمة العدل الدولية في قراراتها المتعلقة بالحرب الإبادة على أهلنا في قطاع غزة سبا خير بالأمس الجميع تابع قرارات بحكمة العدل الدولية هذه المحكمة التي استلمت القضية بدن جنوب أفريقيا وهي الدولة الموقعة على الاتفاقية الدولية لبنع الإبادة الجماعية واستندت الدعوة بناء على هذه الاتفاقية هذه الاتفاقية لبنع الإبادة الجماعية من الاتفاقيات الأساسية التي تم اعتمادها في الأمم المتحدة وكانت من أوائل الاتفاقيات الدولية حيث تم إقرارها بتاريخ 9-12 في عام 48 يعني قبل يوم من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك استندت الدعوة بناء على هذه الاتفاقية والمحكمة الأساس بكافة عضاءها بالإجماع يعني بالإجماع مهم جدا أنه عدد العضاء الذي صوتوا على كافة القرارات وصل إلى 15 قاضي وبعض القرارات كان 16 قاضي من عصل 17 المحكمة هي تتكون من 15 قاضي بالإضافة إلى 2 ممثلين للدولتين اللي هم جزء من القضية اللي هي جنوب أفريقيا ودولة إسرائيل ولهذا هذه القرارات صدرت وكان هناك جلسة عقدت لتقديم بيوم 11 الشهر و12 الشهر اليوم 11 الشهر قدمت جنوب أفريقيا المرافعة التي كلنا تابعناها المرافعة وكذلك اليوم 18 شهر كان الرد من الجانب الإسرائيلي والمحكمة خلال أسبوعين بناء على هذا القرار أخذت القرارها بالأمس وكان قرارا يعني أعتقد هو نصرا للشعب الفلسطيني نصرا للقضية العادلة اتصارا لجنوب أفريقيا واتصار لكل الدائمين للحق الفلسطيني وهذه القضية أكدت على العديد من القبايا وبالأمس كذلك بعد صدور هذه القرارات الأمير العام من الأمم المتحدة ووجه القرار وحوله لأعضاء مجلس الأمن وكما تم الإشارة سيكون هناك جلسة طارئة لمجلس الأمن ستعقد يوم الأربعاء بطلب من الجزائر وهي الممثل العربي في مجلس الأمن يعني إحنا الدولة الوحيدة ليش الجزائر اللي طلبت الجزائر هي عضو في مجلس الأمن وهي العضو العربي في مجلس الأمن أفريقيا ليست عضو في مجلس الأمن ولكن تستطيع لاحقا طبعا جنوب أفريقيا أن تطلب دعوة ولكن الجزائر هي عضو في مجلس الأمن وهي طلبت هذه الدعوة وأنا أعتقد أنه هذا بأكد على ارتباط القرارات لأن محكمة العدلة الدولية هي تعتبر جزء أساسي من منظومة الأمم المتحدة وهي من المنظومة الأساسية والقضاء في محكمة العدل الدولية يتم اختيارهم من الجمعية العامة ومجلس الأمن يتم اختيارهم من العديد من الدول ولذلك القرار الذي صدر بإجماع كبير جدا عندما كل القرارات كانت بإجماع أعضاء المحكمة وكان الأصل في القرار أن يصدر بأغلبية عادية يعني بمعنى ممكن سسع أصوات أكثر من النص ولكن كان القرار إجماع كامل هناك في تحكم ممثلة أغندا هي لا تمثل أغندا بالمفهوم القانون هي بعد ما يتم اختيارها تفقد التمثيل ولذلك صدر بيان من أغندا رسميا أنه لا يمثل الحكومة الأغندية القرار وهي أخذته كقرار شخص وليس العلاقة بالجنسية لا يجب بضرور أن يكون الدولة من ذلك هم اختيار القضاء يتم اختيار القضاء من ترشيح من الدول ولكن يتم بالآخر هم أصحاب القضية وأنا أعتقد أنه العالم كذلك شعر أنه لا يزال فيه هناك أمل من القانون الدولي على الرغم من الزواجية المعايير وهذا بتطلب العمل والجهد ولذلك بالأكد بأنه ما صدر بالأمس هو يجب أن يكون بداية التحرك يجب أن نبدأ أن نبني عليه وأن يكون هناك عمل مشترك وكذلك يجب أن نشير إلى دور مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني التي ساهمت مع جنوب أفريكيا في القضية وهناك بعض العتب كان هناك يفترض أن يكون مشاركة أوسع من الجانب الرسمي وكنا نتوقع أن يكون على الأقل وزير خارجية أو وزير العديد المشارك بهذه الجلسة خاصة بحضور وزيرة خارجية جنوب أفريكيا نعم بالعودة أيضا لمصدر عن المحكمة المحكمة في البداية تحدثت بأن المحكمة رفضت طلب إسرائيل بسحب الدعوة عن جنوب أفريكيا المحكمة أيضا كانت واضحة بمطالبة إسرائيل باتخاذ كل التدابير المؤقتة وعطاءها شهر بالحديث عن مدة شهر ماذا يعني من وجهة نظركم هل إسرائيل ستستمر في القتل والجرائم وكيف يمكن يعني توضيح هذه النقطة القرار واضح القرار يجب أن تتخذ تدابير مباشرة هي تدابير مؤقتة سريعة وعلى إسرائيل تتزم بها وتبدأ وموضوع الشهر هو إسرائيل ملزمة أن تقدم تقريرا للمحكمة أن تقول ماذا عملت خلال هذا الشهر بالإجراءات التي مطلوبة منها وبناء هذا التقرير يقدم ويحب طبعا للإطلاع جنوب أفريكيا على هذا التقرير ومتابعة وهناك سيكون دور مهم جدا لمتابعة التنبيد ولذلك يجب العمل على تشكيل مؤسسات وتشكيل التلافات لأجل متابعة تنبيد قرار المحكمة ودعم الجانب الفرسيلي ودعم جنوب أفريكيا بمتابعة هذا القضية الإجراءات هي يفترض هذا لا يعطي شهر الاستمرار بالعدوان لا يعطي شهر الاستمرار بالقتل هو فقط شهر من أجل تقديم التقرير وأنا أعتقد أنه مطلوب تنبيد مباشرة من تاريخ 26 شهر أصبح الإجراءات مباشرة فعلى الحكومة الإسرائيلية تقريرها أن يبدأ إجراءات ما دم اتخاذه خلال هذا الشهر ويقدم خلال الشهر بمعنى من أجل متابعة وهذا القرار مهم جدا بأن المحكمة لم تنتقل قرار وغادرت هي ستتابع العملية وهذا بتطلب الجميع العمل على متابعة هذه القضية والقضية كما تم الإشارة هي فقط تخذت بالأمس هي لم تنتهي القضية القضية بالأمس أخذت قرارة البستعجلة ولكن القضية كعملية ممكن أن تأخذ سنتين أو ثلاثة وهذا بتطلب طبعا من الدول العديدة التي أبدت دعمها ورغبتها في دعم قضية جنوب أفريقيا أن تقدم للمحكمة كيف أن تكون طرفا أو أن تكون دائما في تقديم مذكرات قانونية في المحكمة نعم أيضا محكمة تحدثت بأنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أفعال الإبادة الجماعية لكن في المقابل كان هناك أيضا يعني بعض الفلسطينيين وبعض أيضا المؤيدين لفلسطين في العالم كانوا يتوقعون قرارا أشد من قبل محكمة العدل الدولي بشأن أن يكون هناك قرارا واضحا بالدعوة لوقف إطلاق النار نعم هناك طلب ورغبة وحق للشعب الفلسطيني أن يتم وقف إطلاق النار بعد هذا العدوان المستمر كما أشرتم 113 يوم مستمر وهذا عدوان لم يسمك له مثيل يعني بكل الصراعات منذ عام 48 حتى اليوم لم تأتي حرب وعدوان على الشعب الفلسطيني استمر لهذا الموقف حتى الحرب التي يبلع 40 عاما أو أكثر في لبنان استمرت 80-80 يوما نحن الآن نتكلم عن عدوان متواصل أكثر من 113 يوم نتكلم عن حوالي 100 ألف بين شهيد وجريح وهذا رقم يفوق يعني 5% من سكان قطاع غزة وهذا رقم كبير جدا يعني مرة أخرى ولذلك أنه القرار لم ينص صراحة على وقف إطلاق النار ولكن إذا أخذنا القرارات مجتمعة وبكلها بروح القانون هي تؤكد على أنه كما تم عشرت بالأمس وزيرة خارجية جنوب أفريكيا أنه القرار يعني في مضمونه يؤكد على وقف إطلاق النار خاصة أنه تقديم المساعدات الإنسانية وزيادتها وكل الإجراءات لمنع الإبادة كلها تتظل عمليا وقف إطلاق النار لأنه لا تستطيع كمان كيف تستطيع أن تقدم مساعدات الإنسانية والأمم المتحدة أن تقوم بعمل ووصول المساعدات إلى كافة المواقع بدون ما يكون هناك وقف إطلاق النار من أجل إعطاء فرصة للمنظمات الدولية ومواصلات الدولية من أجل العمل بحرية في قطاع غزة أيضا كان لفتا فيما يتعلق بعمل محكمة العدل الدولية يعني توثيقها لكل التصريحات الصادرة عن قادة الاحتلال التي تحدثت هذه التصريحات عن قتل الفلسطينيين عن منعهم من حقهم في المياه والطعام والصحة اليوم أيضا هذا مهم على صعيد الاستفادة فلسطينية المستقبلا والبناء كما تحدثت على قرارات محكمة العدل الدولي في ملاحقة قادة الاحتلال مرة أخرى المحكمة استنت للتقديم التي قدمت التحبك عن جنوب أفريقيا وكان مهم جدا هذه التصريحات التي تبين أهمية أن هناك نية لما يؤكد على موضوع الإبادة الجماعية المحكمة استندت للاتفاقية للإبادة الجماعية استندت كذلك لأنه عندما وفقت على الدأوة استندت للمادة تسعة بأنه إسرائيل وجنوب أفريقيا هم دولتين مقعدة على التفاقية إسرائيل وجنوب أفريقيا غير متحفظين على التفاقية لم يكن هناك تحفظات على المادة تسعة ولا أي مواد أقرب ولذلك استندت إلى هذا النص ولذلك قبلت الدعوة وأخذت بإجراءاتها وكان هذا القرار يعني أنا أعتبره قرار تاريخي بحق الشعب فلسطيني ونحن نذكر كذلك هناك قرار آخر صدر سابقا بها ولكن كان فتوى بموضوع فتوى من محكبة لهاي من موضوع الجدار ولكن مشكلة فتوى لهاي في 2004 أنا أعتقد كان هناك تقصير من الجانب الفلسطيني بمتابعة الإعلامات وإلى أن اكتفينا بالقرار الصدر ورحنا للجمعية العامة كان ممكن استمرار بإجراءات أكبر بالأمود ولكن الآن نحن أمام قرار جديد قرار تاريخي بأكد على أن شعب فلسطيني من حقه الحياة من حقه أن يكون هو مجموعة من حقها حتى في تأخر المصير التزام بمستقبل القضية الفلسطينية والإبادة الجمعية هذه من التبقيات الأساسية التي تستند لها المحكمة في إجراءاتها ومرة أخرى يجب التأكيد على أنه يكون فيه عمل رسمي متكامل من الجانب الرسمي من الجانب المجتمع المدني المؤسسات الدولية العربية من الأجل لدعم هذه القضية وهذا بالطلب كذلك دور أكبر بعد كما تذكرون اجتماع اللي جرى بنوفمبر اجتماع القمة العربية والإسلامية كان هناك من قراراتهم اتخذوا أن تشكيل فريق قانوني أن يعمل على دعم القضية فصلاة أنا أعتقد أنه يجب العمل عربيا وإسلاميا كذلك لدعم هذه القضية وهناك عديد من الدول حتى في أمريكا اللاتينية التي ستدعم ودعمت جنوب أفريكا ومنها جمهورية نيكاركوة اللي أعلنت رسميا هي انضمامها للدعوة في المقابل إذا متحدثنا عن جانب دولة الاحتلال كان هناك غضبا كبيرا من قبل قادة الاحتلال على القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية ما يسمى بوزير الأمن الداخلي المتضرف بن غفير تحدث بأن محكمة العدل الدولية هي معادية للسامية وأن قراراتها تثبت أنها لا تسعى إلى العدالة نيتانياه تحدث بأن إسرائيل ستواصل حربها حتى تنتصر وأن هذه القرارات جاءت معادية للشعب اليهودي كيف تقرؤون ذلك يعني كما هو متوقع أنه من تصرحات الجانب الإسرائيلي يبين أنه مدى ازعاجهم من القرارات وهم ممكن كانوا يتوقع أن المحكمة ترفض الدعوة كما هم طالبوا ولكن أثبتت مرة أخرى أن المحكمة العدالة الدولية هي محكمة تنصع إلى القانون الدولي وإلى التبقيات وكذلك إلى حق الشعوب في تقرير مصيرها وأنا أعتقد أنه هذه فرصة كبيرة للشعب الفلسطيني أنه يبني عليها وأن تكون هي خطوة من أجل الوصول إلى إنهاء الاحتلال وإلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في المستقبل القريب هل تعتقد أنه هذه القرارات الصادرة من المحكمة قد تشكل عاملا ضاغطا على دولة الاحتلال فيما يتعلق باستمرار جرائمها فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الملاحقة القانونية الدولية هذه ستؤثر على عدة مستويات على المستوى الداخلي في إسرائيل سيكون هناك تغييرات ومطالبات بتغيير في المواقف الإسرائيلية الداخلية وأنا أعتقد سيؤثر على صعيد الموضوع الدولي العالمي هناك أنا أعتقد ستشكل كذلك هذه خطوة مهمة جدا في زيادة التضامن العالمي والتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني وقضيته وسيكون هناك حتى مطالبات في الدول التي تدعم إسرائيل بالتوقف عن الدعم خاصة الدعم العسكري لأنه ممكن مستقبلا إذا استمرت دولة بالدعم العسكري بعد هذه القرارات أن تكون هذه الدول هي مشاركة في الإبادة الجماعية وممكن تحاكم هذه الدول على هذه القضية ولذلك أنا أعتقد سيكون هناك تأثيرات كبيرة داخليا في إسرائيل وعلى صعيد العربي وكذلك الدولي وكذلك على صعيد الفلسطيني بطلوب كبيرا أن يكون هناك عمل متواصل من أجل متابعة هذه القضية لما يخدم قضية الشعب الفلسطيني نعم أيضا في الحديث عن الجانب الفلسطيني كان هناك ترحيبا من الجانب الرسمي الفلسطيني والذي اعتبر بأن هذا القرارات بالأمر القضاء التاريخي وأن هذه القرارات تضع حدا لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب بالنسبة لدولة الاحتلال أيضا دعت الجهات الرسمية دعت المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المتواصل على غزة حركة حماس تحدثت بترحيب أيضا في البيان الصادر عن محكمة العدل الدولية أيضا شخصيات سياسية وقانونية فلسطينية تحدثت بأن قبول محكمة العدل الدولية لقضية الإبادة الجمعية التي ترتكبها إسرائيل يعني محاكمة إسرائيل لأول مرة على جرائمها وانتهاء حصاناتها المشبوهة التي دامت 75 عاما أمام القانون الدولي كل هذه التصريحات الفلسطينية اليوم مطلوب عملا فعليا على أرض الواقع وأن لا نكرر تجربة كما تحدثت فتوى لهايم ما هو المطلوب اليوم برأيك على المستوى الرسمي الفلسطيني على مستوى مؤسسات المجتمع المدني على مستوى الخبراء وأيضا التشبيك مع العالم نعم أولا أنه الجميع يعني كما أشرت رحبوا بالقرار وهذا إيجابي وأنا سمعت كذلك بالأمس لدكتور راجل سوراني اللي هو مشارك مع الفريق في جنوب أفريكيا وهو من الحقوقيين الفلسطينيين الملموقين أكد على أهمية هذه القرارات وهذا بالطلب عمل متواصل من المؤسسات المجتمع المدني من المؤسسة الرسمية وأنا أعتقد يجب التبكير جديا بتشكيل فريق وطني لمتابعة محكمة العدل الدولية وفريق يكون يضم المؤسسة الرسمية مؤسسة دولة فلسطين اللجنة التنفذية للمظام التحرير الحكومة مشاركة المجتمع المدني وأن يكون هناك فريق وطني ويعمل بالتواصل مع كافة المؤسسات الحقوقية والبرلمانية في العالم والحكومات من أجل دعم هذه القضية ومواصلة التحركات من أجل الوصول إلى قرار طبعا للمحكمة الذي ينتوقع أن يصدر خلال عامين أو أكثر أن يكون يأكد على أنه هناك فيه إبادة جباعية ضد الشعب الفلسطيني بناء على الاتفاقية التي تم إقرارها هذا كله بطلب جهد وأنا أعتقد أنه على المؤسسات كذلك المجتمع المدني أن تشكل ممكن إئتلاف خاص إئتلاف مدني لمتابعة قضية المحكمة والعمل على تنصيق الجهود في هذا البجل أخيرا على الصعيد الدولي كان هناك أيضا ردود فعل دولية على رويترز ناكلت عن الحكومة الألمانية بأن برلين ستحترم قرار محكمة العدل الدولية ونذكر بأن الحكومة الألمانية كانت قد انضمت إلى جانب دولة الاحتلال في مواجهة دعوة جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية اليوم أيضا بالنسبة للمجتمع الدولي والدول سيكون هناك أيضا نوع من الرقابة على علاقتها مع دولة الاحتلال فيما يتعلق بتوريدها للأسلحة فيما يتعلق بالاتفاقيات التجارية والعسكرية بالأمس بالإضافة لتصريح برلين هناك تصريح لممثل الاتحاد الأوروبي اللي أكد أن الاتحاد الأوروبي يدعم هذا القرار كذلك فرنسا أكدت على دعم القرار المحكمة وكذلك قبل أيام إذا تذكرون هناك كان صدر قرار من البرلمان الأوروبي بأغلبية أكثر من ثلثين الأعضاء المصوطين صوتوا لدعم المحكمة العدل الدولية وأكدوا على وقف اطلاق النار وهناك في تحولات حتى في الجانب الأوروبي وأنا أعتقد الأعضاء البرلمان الأوروبي عندما يكون بهذه أغلبية هذه أغلبية لأننا نعلم أن البرلمان الأوروبي يتم انتخابه مباشرة من المواطنين في الاتحاد الأوروبي وهو يمثل أغلبية يعني نحكي عن 350 صوتا يعني نحكي عن حوالي 175 مليون صوت انتخابي بالمعنى أنه يدعم هذه القضية وأنا أعتقد أنه سيكون هناك تحولات ويعني أنا أعتقد أنه يجب أن يكون 26 واحد أن يكون يوما للعدالة يوما لفلسطين وأن نعمل على أن هذا حتى اليوم أن يتم الاحتفال به سنويا لأن هذا القرار هو من القرارات الهامة للشعب الفلسطيني التي بصراحة لم نحصل على هذا القرار بهذا الدعم بهذا البضع حتى عندما العشارة إلى قرار لهاي قرار لهاي كان عبارة عن فتوى ولكن هذا قرار محكمة يختلف عن الفتوى هذا قرار ملزم وقرارات المحكمة العليا غير قابل الاستناف هي قرارات نهائية وعلى الجميع الالتزام بها وإلا بصير أنه خارق الاتفاقيات وخارق الالتزام نعم بدأ أشكرك الدكتور طالب عوض الخبير الحقوقي كنت معنا في هذا الحوار شكرا جزيلا لك شكرا شكرا